في دار الفتوى نقاش وخلاف يتجاوزان أسوار قصر الإفتاء حول انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني الذي سبق وضع إلى إجراء الانتخابات يصطدم اليوم بأعضاء المجلس الحالي الذين يسرون على تأجيل الاستحقاق حتى إتمام جميع الإجراءات من أجل أن تكون هناك انتخابات إنما انتخابات صحيحة مبنية على لوائح شطب صحيحة ومواعيد صحيحة قررها النظام التأكيد على إجراء الانتخابات لأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بعد إنجاز جميع الإجراءات اللازمة للانتخابات وفقا للأصول القانونية ومن على درجة دار الفتوى التي أقفلت أبوابها لمنع اجتماع الأعضاء المعترضين مدد المجلس لنفسه تمديد ولاية المجلس الشرعي ابتداء من واحد واحد 2013 إلى 31-2013 منعا للفراغ هذا الاجتماع ليس ضد سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الأعضاء المجتمعون المقربون بشكل أو بآخر إلى تيار المستقبل يؤكدون أن الخلافة بعيد كل البعد عن السياسة ولو أن التذرع بالقلق من الفراغ هو محط كلام الفريق الآخر ترجمة نانسي قنقر